مرحبا بكم الناس الكل نستقبل وظيفنا اليوم في تسعين دقيقة سيحسيم الحامي منصق اقتلف صمود مرحبا بيك أنا بيك خلود شكرا على الاستطافة هذه أول مرة نجيب أحليك لصمود مرحبا مرحبا يعيشك مرحبا بيك تحدثنا برشا على اقتلف صمود على المواقفة متعاقبة قبل حتى الاعلان عن خارج طريق من قبل رئيس الجمهورية ستستلق قانون اللي معاكم في اقتلف صمود كانوا ديما يحضروا ويحضروا في أراءهم ويقولوها هذه الساعة قبل ما نمشي إلى موضوع التعديل اللي صار على مشروع الدستور اللي عالنا عليه رئيس الجمهورية نحكيه معاك أو تزيد الذكرنا في الموقف المبدئي والأولي لأتلف صمود من الاستفتاء شكرا فيك الساحة هو قبل ما نبدأه في الموقف المبدئي ساحة نذكر ان الاعتلف صمود كان من أول المساندين لمسار 25 جوليا كنا موجودين نهار 25 في التحركات الشعبية نهار 24 وقع عصتوا من طرف قوات الأمن على المقارن تاعنا وكنا محاضرين دي بافات كنا محاضرين دي بوتايدو كل هزوهم الكل قصوا الخيط متاع الفرجدير بان اتس اترا يأيوا ديزاغيشون وقت رئيس فعل فصل ثمانين نحن اقتلت صمود ناضل منذ تقريبا خمسة سنوات توا على اسلاح المنظومة السياسية بما في ذلك النظام السياسي النظام الانتخابي قانون الحزيب والجامعيات لغير ذلك وكنا عملنا برشة تحركات منهم التحركات ميدانية لكن ايضا تحركات في مجلس النواب عملنا ديولو بيينج عملنا مع النواب على اساس انه نبدلوا نظام الانتخابي انه نبدلوا النظام السياسي في اللخر كي موقعش سماعنا وحاسينا انه المنظومة السياسية غير قابلة لاصلاح نفسها من الداخل ولينا عملنا مبادرة ساميناها جبهة الاستفتاء قبيلة 25 جويلة ايام قبل 25 وكانت هذه المبادرة الهدف منها معناها تمرير عريضة وطنية لجمع الامضاءات لتدفع من خار الرجوع لصاحب السيادة الشعب التونسي لفرض الاستفتاء لتغيير النظام السياسي ولكن الرئيس بعد ايامات فعل الفصل 80 بالطريقة اللي شفناها وكانت تصورنا انه رئيس عنده نفس القراءة لنا يعني يجبنا نبدلوا نظام سياسي كأنه نحب نسالحه البلدرية يجبنا نبدلوا نظام الانتخابي ويجب محاسبة معناها من اجرى ما في حق الشعب في العشرية السابقة خاصة في مخص ملفات الالهاب التسفير الاختلاف السياسية وايضا ملفات الفساد واللوبيينج واللوبيينج اللي يتعاملوا ما بين رجال المال والاعمال من ناحية وما رجال السياسة من ناحية اخرى وعدم استقلال معناها السلطة القضائية بداية المسار لكن المسار الحقيقة بداية متعسر في بداية المسار او في وسط المسار الناس اللي يتابع في الاجتماعات والندوات الاتلاف سمود يلاحظوا وجود العميد الصدق بالعيد والاستاذ امين محفوظ معكم يمكن انتخوت خوي هما عليش الزوز هيدوما بالذات اللي انا طوى اذكرت اسميهم لانهم هما عضاء اللاجنة الاستشارية هما اللي سهموا في كتابة المشروع الدستوري اللي من بعد اتضحا انه ما هواش نفس حسب تصريحاتهم نفس النسخة اللي يقع تقديمها نفس النسخة اتلاف سمود بالاسماء هيدية برشا ناس اخرين مهمين شخصيات وطنية وشخصيات سياسية اعتبارية وقانونية كانت موجودة معاكم لكن البعض تفاجأة من موقف اتلاف سمود نظرا انه العميد بالعيد كان رئيس هو الرئيس المنسق هو الرئيس اللجنة اللي نجم نقوله القانونية نوعا ما اتلاف سمود هو المنسق عندكم عليش الموقف فصلنا لماذا ما نلقاوش تماهي بين مثلا موقف العميد بالعيد او رؤيته اللي هي في وقت من الوقات كنا نسخيبو انها متوافقة تماما مع رئيس جمهورية وما بين موقفكم انتم لحقيقة احنا في اتلاف سمود بش نوضح النقطة هذه الاتلاف عنده هياكل عنده هيئته الوطنية عنده هيئته التنفيذية عندنا اللي جان في وسط اللي جان منذ 2018 نتعامل معناها مع عديد الخبراء من بين هؤلاء معناها الأستاذ الأجلاء العميد صدق بالعيد الأستاذ أمين معبوط الأستاذ لطفيلارغت سين حسين الدماثي في وقت من الأوقات الى غير ذلك ولكن ثم زد لجنة اقتصادية فيها اسماء أخرى ثم لجنة اجتماعية وثقافية وبيئية فيها اسماء أخرى هم أصدقائنا هم أعضاء في اللي جان نتعامل اقتلاف وهم أعضاء معناها منذ سنوات يعني وتصوراتنا في إسلاحات سياسية فيما يخص النظام السياسي ونظام الانتخابي متقاربة ومتشابهة ونقتسم تقريبا نفس الموقف فين صار الاختلاف الاختلاف صار وقت اللي جاء المرسوم 30 اللي هو دعا إلى حوار وطني ونذكر أنه المرسوم هذا جاء تقريبا بعد شهرين من 30 مارس وقت اللي وفات الاستشارة وكان من المنتظر أنه الرئيس يطلق معناها إبانة انتهاء الاستشارة حوار وطني ويشكل لجنة الخبراء التي أتى بها الأمر عدد 117 اللي يخرج في 22 سبتمبر 2021 إذن واقتصار هزايا الشهرين هذو ما أحنا لحقيقة صلونا توجز كبير علمش الرئيس قعد شهرين يستنى بشي شكل اللي جان في حين أنه الاستفتاة في 25 جوليا يعني تقريبا كلينا نص المدة معملنا فيها حد شي خاصة خديته إجابات على الموضوع أو قعدته كما أغلب الناس في مرحلة التوجز علمش جاوه علمش جاوه علمش بتاع الرئيس في تشكيل اللي جان لأنه الرئيس وكأنه معناها الحوار ما كانش رغب فيه برش هو لأنه تصوروا عنده تصور وعنده مشروع سياسي وإحنا شفنا على الفشارين هذوما خرجوا علينا المفسرين وبدأوا يحكيون على مشروع البناء القاعدي وعلى كيفاش نعمل شركة الأهلية وكيفاش الحزاب رأوا انتهى أمرهم ويجب المرور إلى منظومة جديدة سوف يعني تبهر العالم إلى غير ذلك وإحنا لحقيقة استقبلناهم لأنه أي فكر مقبول وإي فكر قابل للنقاش ولكن بعد نقاش مستفيد معهم فهمنا أنه المنظومة نتيحهم هي منظومة إلغاء الآخر هي منظومة معناها إلغاء الأحزاب إلغاء المنظمات والجمعيات وخلق نوع من الحكم المباشر هما في مخهم ولكن هو في الواقع هو حكم هارم يمطلق بما أنه رئيس الجمهورية في تصورهم له كل الصلاحيات والبقية هما معناها انتخابات محلية لا ترقى للناس أنها تقوم مهتمة بالشأن العام وتنظر كيفاش نجم ونسيروا الشأن العام لغير ذري فأحنا لهنا وقت جاء الحوار أحنا شقنا قلنا للعميد المرسوم الثلاثين هذا كما قالوا الاتحاد وقالوا برشا حزاب ومنظمات هذا رأي ليس فيه ضمانة في أن المخرجات التي سوف معناها يقعوا سياغتها خلال الحوار أنه سوف تقدم للشعب التونسي اللي استفتاء وكنا نتمنى أنه الرئيس الجمهورية يتفاعل الكل معا ونخرجوا مبعادنا بفكرة أما فكرة أنه أحنا نخدم ونحذروا معناها ومعناها ومن بعد يأتي الرئيس يبدل ما يراه صالحا وكأنه الفوق اليد الفوقية وكأنه فوق البشر أحنا الفكرة هذه ما قبلناهاش وهذاك عليش ما تخلناش في الحوار مش معناها قلة ثيقة في الأسادة الأجلة ومش قلة ثيقة في المشاركين إنما فقط لأنه ما كانش عن الزمانات أنه العمل الذي سوف نقوم به سوف يأخذه بعين الاعتبار ائتي ليف سمود يعتبر دستور سعيد خطير وتقول يجب المشاركة بلا هذا موقفكم نرجع بعد الفاصل معك حسين حامي مناسق عام ائتي ليف سمود مرحبكم لكل نرجع مع ضيفنا حسين الحامي مناسق عام ائتي ليف سمود نحكيه على الدستور أو مشروع الدستور موقفكم هو أنه هذا الدستور أو المشروع خطير لماذا وين الخطورة حسين مواقع الخطورة متعدة تبيع وكسيرة فما الخطورة وفما أيضا من الصياغة رأينا رجعنا لشكل رأينا الرئيس الحقيقة فهم حاجة حابت نقول احنا الاتلاف مشافي لا معناها وقت قرينا النص النص اصدر في 30 جوان في الليل ونحن تعرف لذي عطاتنا بمن ونحنا مشاركين في الاستفتاح عطاتنا 42 ساعة للحسم اما بنعم أمبيلا عملنا لقاء معدد من منظمات الوطنية والبلوتو والجمعيات ونحن نفتح على بقية المنظمات والجمعيات نعتبروهم ديما شركاء ثم عملنا هيئة وطنية وقررنا بش نشارك بلالي انه شفنا انه احنا تصورنا للدولة وتصورنا لمنظومة الحكمة في البلاد وتصورنا لطريقة طرح هذه المنظومة كان مختلف لحقيقة برشا على النص اللي جاء ثم ايضا بما يخص بحقوق الحريات كانت فيما شوائب كبيرة كيف كيف الحكام الانتقالية شفنا ان الحكام الانتقالية مبهمة وتفتح البيب على المجهول اذا قلنا احنا كما كان موقفنا معناها براغماتي يعني عقليني من مسألة المشاركة في الحوار كان موقفنا دائما حسب احنا الكاب متاعنا شفنا انه انه اني با دون قررنا نشارك ونقول وانطلقنا في الحملة بالامكانيات اللي عندنا بتباعنا مش حزب سياسي عندنا انتشار في كل جهة الى غير ذلك الامكانيات القليلة اللي عند الاتلاف بدينا في الحملة متاعنا ولكن بعد بضعة ايام شوفنا زادة نذكر انه العميد صدق بالعيد والاستاذ امي المحفوظ هما بيضهم بعد صرحوا انهم تقريبا وذلك عليش نقول وحنا تقريبا في نفس التصور انه هما بيضهم مراوش انه النص هذا يفي بالحاجة بعيد برشة على التصور على دولة القانون وعلى الدولة الحاملة لحقوق الحريات بعيد برشة على مسئلة التعددية ولكن بعد ايامات اليوم نهار ثمانية جولية يصدروا معناها مرسوم تكملي او تنقيح للنص قلنا هات نشوفوها ولو هو جاف يوسل حملة ساعة نحب نقترح عليك نسمة رئيس الجمهورية كيفاش اقدم لموضوع التنقيح او التعديل ونرجع معك اتوجه اليكم لواضح اولا ان بعض الاخطاء قد تسربت للمشروع الذي تم نشره فوجبه اصلاحها وتسويبها هناك اخطاء في الشكل واخرى في الترتيب وهو امر معهود مألوف في نشر سائر النصوص القانونية وفي الاحكام والقرارات القضائية اذ تتسلل الاخطاء لأي عمل بشري والحمد لله تعالى انه توجد امكانية للاصلاح والمراجعة وكان لابد بمناسبة اصلاح هذه الاخطاء من اضافة جملة من التوضيحات درءا لأي التباس ولأي تأويل والنصوص القانونية كلها ليست بمنأة عن التأويلات وان لا لما كان هناك فقه ولا كانت هناك تعاليق قانونية على كل اصناف القوانين والقرارات القضائية فما برشا مفاهيم قانونية مفاهيم في علاقة بفقه القضاء متى يتأسس فقه القضاء بعد قدش من عام هل اليوم حذف موضوع الاداب يمكن ان يعتبر نقطة هامة في اتار تعجيل هذية والاخطاء التي تسربت وتسللت من يين تسللت حسيم الاخطاء نحن نرى العميد والاستاذ أمين لا كانت فهم هذا من الأخطاء حتى بعض الفصول التي جاءت المعاودة مرتين فهم غلطة في التعداد يعني العداد فهم عداد معاودة فهم أخطاء نحوية صرفية في التركيبة يعني كانت فهم أخطاء كثيرة وهذا بتبعها ما كانت مستساخ حسن أنه تنشرف الرايد الرسمي ويقع ونشر معناها تجمته لدول في دول صديقة بلغات متعدة كل هذا يعني يخلق أنه كان فهم إحراج بو نحن نعتبر على كل حال أنه رئيس الجمهورية كيتلافى هالأخطاء هذا الساعة في محلولة خلينا نحكي من ناحية الشكل ثم أيضا تراجع على بعض النقاط الذي أثرت معناها جدل كبير داخل المجتمع التونسي معناها بأنواعه من المجتمع المحافظ والتقدمي هذا تعتبره إيجابي هو إيجابي لأنه بالتبعاء ساعة أول مرة رأوا رئيس الجمهورية يتراجعوا وهذه يمكن نقطة مهمة لأنه الرئيس من اللي بدا تقريبا من 25 جول حتى قبل عمره معملا خطوة إلى الوراء ونعرف أنه الإنسان معناها خطاء يعني معناها فماش عبد ولو هو رئيس الجمهورية وخاصة أنه ليس لديه ليس لديه أطور كالأكسپير في الدومين في الاقتصاد وفي الجانب الاجتماعي وفي وحده يخدم وحده ومعاه بعض الأشخاص اللي هو يعطي فيهم الثقة يضرول الشرافة ولكن ليس لديه الإمكانية أنه يكون عندك النظرة الثاقبة والنظرة البرتنونة اللي مهوشي كيما قلت لك بالناس اللي تلزم دوك كي تراجع قلنا حاجة إيجابية لكن قلنا هيت خنشوفوا شنوما هال المراجعات نذكر ستة واربعين معناها مراجعة ماهنشي بعض الأخطاء معناها من ناحية شكل نعم هناك أخطاء كيما قلنا ولكن أيضا وقع مراجعة عدد من الأشياء احنا اعتبرناها مهمة بالنسبة خاصة فيما يخص الحقوق الحريات نذكر كيما قلت أنت أنه مسألة الأداب العامة وقع حسفها وقع إضافة كلمة ديمقراطية في زوص فصول وهذه معناها كلمة ما كانش موجودة في الدستور تقريبا كيف كيف وقع عنيش ما كانش موجودة هو التساؤل الكبير ده هنا كانوا بحثين ضيوف وأشعروا للموضوع كلمة ديمقراطية تقريبا لم تكن موجودة بداتا في الدستور في الدستور أنا لا نتصور كان حاجة متعمدة بطبيعة نتصور أنه الكلمة هذية تبني عليها ثورة وتبنيت عليها الأمال والطموحات شعب التونسي يقع وحسفها ثم حاجة أخرى نجمو قلوها خلود مهمة أنه الرئيس سرديت الرئيس هي 17 ديسمبر الثورة على المنظومة السابقة والمنظومة السابقة نذكر أنه الهيكل اللي كان يحوكمها هو دستور 59 بتنقيحاته كنجي ونشوف المقترح رئيس الجمهورية الجديد نلقاه تقريبا في 50% منه عادة إلى دستور 59 يعني العودة هذه تتناقض شوية مع هالطموح نحو معناها تغيير جذري نحو جمهورية ثالثة تقطع مع الممارسات اللي عشناها في معناها قبل ألفين معناها قبل قبل ألفين واحدش سي حامي أي ترقق نذكر أنه في ألفين واحدش كانو عنا زوز دوشامبر ورجعنا دوشامبر نذكر في ألفين واحدش الرئيس لا يسأل ولا يحاسب ولا يراقب حتى بعد انتهاء عدته وهذه فصل روجي من دستور اللي زادوا بن علي في ألفين وثنين يعني دستور أنه الرئيس لا يسأل ولا يراقب ولا يحاسب هذا يخلينا نتسأل أين مواقع التجديد في هذا الدستور وين هالجمهورية الثالثة اللي كنت نبحث عليها نحن قلنا كانت حب نرجو على هنا نقطة حسين الحامي اللي يجب ننصطر عليه اللي هو محل التساؤل روح لأنه فما جمهورية ثالثة ويجب القطع مع المنظومة القديمة والتحقيق أهداف الثورة ولكن المعروف والمتعارف عليه وما تثبيته التجربة هل الدستور هو اللي مسؤول على المنخ السياسي هل الدستور هو الذي يحدد المشهد البرلماني هل الدستور هو اللي تصير فيه المعركة حول الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية إلى أي مدى اليوم هذا مشروع الدستور النجم ونحمله مسؤولية الفترة المقبلة من حيث الاستحقاقات تعرف أن المشكلة الكبيرة عند التوينس وصير تقريبا على أن المشهد البرلماني بالطريقة اللي كان فيها مع الشيز ميرجب دوك اليوم الدستور فقط أو فما حاجات أخرين نطمون القانون الانتخابي اللي هي بشكون المعركة المقبلة شوف بتبع الدستور هو في القانون اللي سير البلاد كيما تدخل مثلا تبدأ بشتسكر هذا بتكيز من قد دوك سينو يولي مثلا لازوائي يشعل خزار الفرد وقت سير اكسيدونات الناس فما دي سانس تردي تولي الناس يتخل في بعضهم إلى غير ذلك دونك الكود دوك هذا بتبع فيه دي زيتاج كيما اللي تاج باقي القوانين تتماها واذا كان دولة فيها حكم سلطة ويبش سلطة القوانين تتماها مع النص الدول السوري النظام الانتخابي زاد مهم برشا وإحنا الحقيقة في سمود من أول المعارك اللي قمنا بها في 2018 هي مسألة تغيير النظام الانتخابي لأنه النظام الأغلى النسبي بأفضل بقايا هذا اللي كان موجود هو دمر المشهد السياسي لأنه دفع نحو تشتيت الأحزاب وتقسيمها بما أنه يسمح لأي هيكل مهما كان صغير أنه يتواجد في الساحة السياسية حتى بنائب أوزوز باقي البقايا ذوكم بمئتين بثلاثمائة صوت النجم ونطلعوا البرلمان وخلى مدام فما كالليزيقو ونعرفوهم احنا ديميوزيوغي عند السياسيين في جزء كبير بينهم لنظلموش نلقا وأنه تقسمت الحزاب وكل واحد هز عمل ويحب يتواجد بها في السلطة هذا النظام هزايا احنا في 2018 ومع الاستاذة من المحبوظ مع العميد كنا اقترحنا نظام الأغلبي في دورتين على الأزواج وكنا قدمناه الرئيس الجمهورية لباجي قايد سيبسي ولكن دخل التوافق على الخط وقتها جاء راشد غنوشي وبالتوافق تفاهموا بشي نحيو هكي القانون هزاك وجابو لنا العتبة الفكرة انه كينصلحوا احنا النظام الانتخابي يزيد يحسن مشهد هذا ما فيش نقاش ولكن كل دستور ولا كل نظام سياسي رو عندو النظام الانتخابي لي لأ فما يلزم يكون الدستور وانه هو معنى السيتيم اللي اكتغال ولمود سكرتان اللي بلوز ادكوى اما احنا كنت حب نرجع لانه ونختم فرح قلنا انه التحسن فما صار في الفصول خاصة فيما يخص الحريات وفما نقطة اخرى مهمة انه مجلس النواب ولا ينتخب انتخاب حر مباشر يعني سري نزيه لغير ذلك هذا وكأنه يغلق الباب نوعا ما امام مشروع البناء القاعدي على اقل فيما يخص مجلس النواب هذه نقطة شفناها ايجابية فما برشا نقاط اخرى صغيرة كما رغم هذه التحسنات اللي نسبية بالنسبة لكم يبقى الموقف هو نفسه التصويت بلا او علش لانه الاهم متمسل شو الاهم هو منظومة يعني نظام السياسي بقي الرئيس صحيح هو تفاعل مع برش حاجات ولكن حافظ على كل صالحياته ونعرف احن المنظومة اللي تقدمت هذه فيها اختلال كبير بين الصلاط خاصة بالنسبة للسلطة التنفيذية ورأسا رئيس الجمهورية الذي هو تقريبا يسيطر على كل الصلاط بما انه هو اللي عين اعضاء المجلس القضاء العدلي والمالي والاداري والاليات اللي هنا ما توصحتش في الدستور مش موجودة خاصة وانه عنده القدرة التشعية عن طريق الاستفتاء خاصة فيما يخص الدستور ومخص القوانين خاصة وانه هو لا يسائل ولا يراقب ولا يحاسب الحكومة نتاعه هي بيدها تقريبا ما تتحاسبش لانه فما شروط تعجيزية سلوثي المجلسين بش نجمه نسحبه ثيقة واذا كان تسحب الثيقة مرتين شوه يعمل رئيس ينجم يعطي نظام سلطوي ينجم يعطي زاد اذا كان الرئيس يكون احنا نقول قائل سعيد ما هوش عنده نية لخلق نظام السبل وليه بجي يبجي بعده يخي دستول هذا عمانه القائل سعيد احنا احنا رأنا بالنسبة لانه في صمود تهمنا النصوص ما يهمناش شكون اللي يحكم اللي يحكم بش يمر وتونس معناها مرت عليها عديد الرؤساء وعديد الحكومات وعديد البرلمانات وسوف يأتي اخرون انا اللي يهمني ان المنظومة تكون معناها منظومة تضمن ديمقراطية حقيقية تكرس دولة قانون تخلينا فهم التعددية وتعمل تداول سلمي على السلطة شكرا لك حسيم الحامي منصق عمق تلف صمود شكرا شكرا لكم الكل اني سموك شيح في عناوين الاخبار وثم بعد حتم بالحاش حتم بالحاش يجي بعد شوي حتم اهلا بك شكرا شكرا